دعت أستراليا رعيها إلى مغادرة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة إذا كان ذلك ممكنا مشيرة إلى خطر كبير محتمل يتمثل في ردود عسكرية وهجمات إرهابية وذكر دبلوماسيون أستراليون أن هجمات عسكرية قد تتسبب في إغلاق المجال الجوي وإلغاء وتحويل مسارات الرحلات حال تصاعد حدة التوتر بين إيران وإسرائيل أفدت صحيفة جورزلين بوست الإسرائيلية نقلا عن مصادر من إسرائيل اختارت عدم ضرب المواقع النووية الإيرانية هذه المرة وأوضحت الصحيفة أن الهجوم الإسرائيلي بجوار موقع نووي في إيران يبعث برسالة تفيد بأنه بإمكان إسرائيل فعل ما هو أسوأ وضفت أنه لم يكن الهدف من الهجوم الإسرائيلية على أصفهان إذا إيران فحسب بل كان أيضا لتوضيح مدى تعرض مواقع النووية للخطر